اشتركوا في القناة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي المتجدد وندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الظرف الذي تعيش فيه أمتنا أن ينصر الله سبحانه وتعالى المجاهدين وأن يؤيد بنصره الإسلام والمسلمين وأن يصد عنا وعن إخواننا في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها وخاصة في العراق وفي بغداد دار السلام شر المفسدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون في هذا اللقاء ونحن جميعا ندعو الله سبحانه وتعالى بأساليب شتى وبطرق مختلفة ندعو الله ونلتج إليه أن يخرجنا من هذه المحنة وأن يمن علينا بالنصر وبصد العدوان ورفع الطغيان في هذا المجال نسأل كثيرا عن مواضيع تتعلق بالحلال والحرام وتتعلق بالفقه الإسلامي بصورة عامة كثير من الناس تصوم ثم بعد ذلك تدعو الله سبحانه وتعالى ويسألون عن الحكم كثير من الناس تجتمع في البيوت لقراءة ختمة من القرآن ثم يدعون الله سبحانه وتعالى لأن لقارئ القرآن دعوة مستجابة كثير من الناس تصلي ركعتين لله ثم تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنة وبصفاته العلا أن يستجيب الدعاء هذا هو الذي عليه الناس الآن ويسألون عن مدى شرعية هذا كل ذلك مشروع وكل ذلك جائس بعض الناس لا يفهمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقدون أنه يجب على المسلم أن يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس ما يفعل واعتبرون كل ما لم يفهموا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وهذا شاع في المسلمين في الخمسين سنة الماضية فقط وذلك من آثار بعض الطيارات التي أسمت نفسها بالطيارات السلفية والأمر ليس كما ذهب إليه هؤلاء وليس هكذا كانت الصحابة الكرام وليس هكذا كانت الأئمة وليس هكذا فهم المسلمون عبر التاريخ دين الله ولذلك فإن كثيرا من الناس تصطدم مع هذا الاتجاه وتسأل عنه ما هذا والسلف الصالح لم يكون كذلك أبدا إذن فنجعل هذه الحلقة عن كيف نفهم السنة وما الفرق بين السنة وبين البدعة ونجعل هذا من أجل الظرف الذي نعيش فيه حتى لا يختلف الناس وتتجمع القلوب حول ذكر الله وحول دعائه وحول الالتجاء إليه بقلوب مفعم بالإيمان مخلصة مطمئنة إلى شرعية ما تفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني هو رد عليه يعني هو مردود ليس بمقبول والحديث كما فهمه الأئمة الكبار لم يقل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب من أحدث في أمرنا هذا شيئا أبدا لم يقل هذا إنما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه والفرق بين العبارتين كبير من أحدث في أمرنا هذا شيئا كنا نسد جميع الصور التي يمكن للإنسان أن يفعلها من خلال دين الله ما دامت لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الفهم الضيق الذي عليه بعض الناس لكن رسول الله لم يقل هكذا بل قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه إذن فلو أحدث ما هو منه كان سنة حسنة وفي الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من اتبعها إلى يوم الدين ومن سن في الإسلام سنة سيئة بأن كانت مخالفة للدين وليست مخالفة للوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنها مخالفة لأصول قد نبهنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليها من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعها إلى يوم الدين انظروا كيف علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في يوم من الأيام جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لبلال يا بلال إني رأيت بالأمس أني دخلت الجنة فسمعت خشخشة عليك قبلي فيها يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مناما أنه دخل الجنة فإز به يسمع وقع قدمي قدمي بلال خشخشتنا عليه وقع الخطوات بتاعة بلال قبله هذا مقام عظيم أن يدخل بلال الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في المنام ومنام أنبياء حق فكأن هذا المنام يشير لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا قد بلغ منزلة كبيرة عند الله وأن الله سبحانه وتعالى يجازيه عن عمل ما يفعله فماذا تفعل قال والله يا رسول الله لا أعلم يعني لا أفعل شيئا كثيرا إلا أنني كلما توضأت صليت لله ركعتين النبع السلام إلى هذا الوقت لم يشرع ولم يوافق ولم يعني يعلم صحابته أنه كلما كلما صلى لله ركعتين نافلة بل هذا من عند بلال فإذ بالله سبحانه وتعالى يقبل هذا من بلال وإذ بالله سبحانه وتعالى يعلي منزلة بلال ويجعل خشخشة عليه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويري رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والنبي لا يعلم إذن لا يأتي أحدهم ويقول هذا بإقرار النبي لا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمنا نحن كيف نتعامل مع سنته الوضوء من الإسلام صلاة الركعتين نافلة من الإسلام الربط الربط بين ركعتين لله وبين الوضوء يكون من الإسلام فهو منه وليس من غيره البدع أن يصلي مثلا بدون وضوء البدع أن يتوضأ وضوءا خطأا هذه بدع لأنها مخالفة البدع أن يصلي فيسجد قبل أن يركع هذا ما لم يأتي الشرع هكذا أو يصلي لغير قبلة المسلمين لم يأتي الشرع هكذا هذه مسائل مهمة جدا لتوحيد قلوب الأمة بشأن ما نحن فيه الآن لأن بعض الناس تدخل من هذا وتحدث الفرقة التي لا معنى لها هناك أيضا حديث رجل قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه إلى آخره قبل أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم رأى بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون أيهم يصعدوا بها إلى السماء إذن قبل إقرار النبي ولأن الرجل قال كلاما طيبا فإن هذا الكلام الطيب مقبول عند الملائكة وارتفعت به إلى السماء وهكذا أحديث كثيرة تبين لنا أن هناك فارقا كبيرا بين البدعة وبين ما هو من الدين فاكتماعنا على القرآن وعلى الدعاء والربط بين الصيام والدعاء أو السجود والدعاء أو الصلاة والدعاء أو الذكر والدعاء أمر مشروع ولا بأس به ولا بدعة فيه وهذا من الدين والمخالف له يكون قاصرا في فهم الدين وقاصرا في فهم كلام الآئمة معنا الآن اتصال نأخذه ثم نكمل ما نحن فيه نعم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زك حضر الشيخ أهلا وسهلا أشكرك جدا على البرنامج الجميل دوا الله يكريم ونتمنى أن جهودك يعني ربنا يقللها كده بالسواب الجميل في الآخر شكرا لك أمين يا رب يا ريت برضو كان فيه اللي هي شكوى بس البرنامج يبقى المعاد بتاعه معروف ومؤكد لأن الوحد طبعا بيفضي نفس عشان يسمع حضرتك الله يكريم إن شاء الله تسعة يبقى تسعة عشان إحنا مسلمين مفروض نحفظ على الوقت بتاعنا ده صحيح ده صحيح ولذلك هو اليوم حصل شيء من التداخلات ولكن هو تسعة وسيستمر تسعة ونحرص إن شاء الله جميعا على الالتزام بهذا الوقت وهو التاسع ربنا يبارك فيك وقلت حالك أنا كنت مأجر شقة من عشر سنين تقريبا وبعدين المفروض أنا حسابها يعني مفروض أنا حسابها رحت شقة أخرى يعني وأنا كنت واخد الشقة دي مش مش منشطة يعني كنت أنا عملت فيها كل حاجة تقريبا كنت دفعت فيها مبلغ يعني في التوضيب وغير المبلغ اللي أنا دفعت مقدم إيجار فلما جاء أجي سيبها دلوقتي مفروض الرجل صعب اللي هو مرح يديني مبلغ عشان أسيب الشقة نعم فهل هذه الفلوس حلال ولا حرام الناس بتعتبر أخليه فيوطبر ده حرام ولا حلال عشان برضو الواحد لازم أتحرى الفلوس اللي ده أخليه طيب وهو كذلك وفي سؤال آخر بس يعني فضل أن أنا أعمله يعني أوه حاجة أو فاكسة أو إيميل شكرا وعليكم السلام قضية عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية يجوز عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لابد أن يكون مؤقتا يعني محدود بمدة وإذا لم يحد بمدة بطل أصلا ولذلك لما جاءت القوانين التي حكمت على الناس أن يكون عقد الإيجار مفتوحا الفقهاء قدروه بمدة أيضا ولكن مدة طويلة طبقا للقانون والاتفاق لأن القانون ده كأن الحاكم قد قيد المباح وألزم الناس بمدة طويلة لعقد الإيجار مدة طويلة يعني يعني خمسين سنة يعني تسعة وتسعين سنة في باب الأوقاف المدة الطويلة تسعين سنة في واحده خمسين سنة تعد مدة طويلة طيب يبقى إحنا هنقدر أن عقد الإيجار كأنه المدة الطويلة أنا أجرت من عشر سنين نفرض أن أنا أجرت إيجار خمسين سنة هو مش مكتوف في العقد فعلا خمسين سنة الخمسين سنة دي تقدير من عندنا حتى يصح العقد لأننا لا نستطيع أن نبطل عقود كل من في البلد هذا ليس من الفقه في شيء فلابد علينا من ذلك التقدير حتى يكون هذا العقد مؤقتا أيضا لكنه محدود بمدة والمدة دي تبقى للقانون مدة طويلة هنقدرها أنها خمسين سنة أنا قضيت منهم عشرة فضل أربعين هل يجوز في الشريعة أن أبيع هذه الأربعين أنا ليه حق بموجب العقد أن أستغل منفعة الشقة لمدة أربعين سنة فهل يجوز أن أبيع هذه الأربعين الأئمة الأربعة عندهم جواز ذلك ويسموها ساعات الخلوات يسموها ساعات التنزلات يسموها بعضهم الإسقاطات وهكذا كل بلد يسموها شيئا معينا لكن هو المعنى أنه يبيع فترة الإيجار من أجل أن يخرج فورا ويترك منفعة هذه العين لغيره هذا حلال عند الأئمة الأربع وألف فيها الشيخ بيرام التونسي مش بيرام التونسي الشاعر بتاعنا المشهور لا جده جده الشيخ محمد بيرام التونسي الخامس كان مفتيا لتونس وألف فيها كتابا صغيرا طبع قديما أورد فيه نصوص الأئمة والمذاهب الأربعة على جواز هذه الحالة وأنها حالة شرعية ولا بأس به فإذن الأخ أحمد يجوز له أن يأخذ هذا بالمعروف من غير غلو ولا تغالي ويأخذ هذا المبلغ لشراء مكان آخر أو تأجير مكان آخر إلى آخره أو حتى إذا كان ليس يعني هو في حاجة إليه لكنه يجوز أن يأخذه لأنه في مقابل باقي عقد الإيجار الذي اضطررنا للقول بأن له مدة من أجل تصحيحه أصلا حتى لا نقع في إبطال عقود الناس فالإجابة واضحة أن الأئمة الأربعة تجيز هذه الحالة ويجوز لك على كل حال أن تأخذ هذا من غير مغالاة فيه بل هو بالمعروف وبأحوال السوق ومكان الشقة ومساحتها وما صرف فيها وما قدم فيها إلى آخره نرجع مرة ثانية إلى تحرير معنى السنة وأننا ينبغي علينا أن نفهم الأحاديث فهما يتيح لنا أن نبلغ دين الله للعالمين دين الله ليس للعرب وحدهم دين الله سبحانه وتعالى ليس لنا وحدنا ليس لمن نشأ مسلما دين الله سبحانه وتعالى مخاطب به بوش نطلب منه أن يسلم إذا أراد النجاح مخاطب به الياباني مخاطب به كل من في الأرض على أي ملة كان أو دين لأن دين الإسلام هو دين الحق نحن نرشد الناس إلى أنه بلغ عني ولو آية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإني قد أرسلت للناس كافة أن دين الله سبحانه وتعالى يتسع الجميع ولذلك علمنا القياس علمنا كيف نضم الأمور بعضها إلى بعض معنا اتصال تفضل وعليكم وعليكم السلام لو سمحت فاضلت دكتور ممكن أفضل حضرتك سؤال نعم أنا وزوجي كنا على خلاف كبير جدا لدرجة أنه وصل للطلاق فتم الموافقة منه أنه يطلقني لكن بشرط أني ما كلمش صديقة لي ولغاية ما يتم الطلاق دوان ما كلمهاش فقلت له حاضر فجاب المصحف وحلفني عليه ثلاث مرات لكن ما حلفتش في اليمين أنا كل اللي حلفته قلت وقال لي حلفي قولي والمصحف والمصحف دوان مش هتصل عليها ولا أكلمها ولا أكلمها فده كان حلفاني بس ما شربتش أنه لغاية ما يتم الطلاق فاجينا بعد كده قال لي لا أنا أنا مش هتطلقك أنا بس كان قصدي أنك تحلفي وما كلكيش دعو بها ولا تكلميها فبعد كده أنا كلمت الست دي فهل اليمين المصحف ده ليه رد علي وهل اليمين ده أساساً صحيح لأنه هو دحك علي يعني هو قال لي أنا بطلقك بس بشرط أنت بتكلمي استصدقتك فأنا حلفت على أساس الشرط ده يعني هل اليمين كده صحيح ولا باطل لأنه هو خدعني تاني شيء أنا خايفة بيقول لي أنت هتموتي لأن أنت حلفتي ورجعت يعني اليمين وقع وهل لي رد صح علي وعلى أولادي وهل لي كفارة ممكن أن أصوم لي يعني كفارة اليمين ده ولا لأ وإذا يعني أنا كلمتها يحصل لي إيه بالزبط طيب أنت ما حلفتش بالله أنت حلفت بالمصحف قلت إيه والمصحف قلت بالمصحف والمصحف مش هكلمها ولا هي دعوة بيها بس على الأساس الغتلا ما يتم للطلاق يعني طيب فلما تمش الطلاق يعني هو خدعني علشان أحلف عن المصحف خلاص مفهوم السؤال شكرا لك شكرا نريد يا أيها المشاهدون أن احنا نرقع بأنفسنا إلى مستوى الديانة الإسلامية هي مشكلة هي مشكلة ولكننا يعني كنا الآن نتكلم عن حلاوة الإسلام والجهاد ومعاملة الأسير ثم بعد ذلك نزلنا مرة واحدة وإن كان فيها حكم شرع سنبينه الآن لكن نريد من المسلمين أن يتعلموا الإسلام الصحيح وأن يتركوهم من سفاسف الأمور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره سفاسف الأمور ويحب جلائل الأعمال فهو أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم لنا وينبغي علينا دائما أن نعيش في هذه الأسوة الحسنة نعيش ليس ندرك فقط سنة رسول الله ولا نفهمها ولا يعني نقتنع بها أو نحبها بل نعيشها والمعيشة تتأتى بأن ننتقل من سفاسف الأمور إلى جلائلها الحلف الموثق لا يكونوا إلا بالله الحلف بالمصحف وبالكعبة وبالنبي وبالمخلوقات لا ينعقد لا ينعقد يعني إيه يعني لا كفارة له يعني يعني لو قلت والمصحف أفعل كذا والمصحف ما نمسافر والمصحف أنا هقابلك والمصحف ما ينفعش المصحف ليس محلوفا به والكعبة المشرفة والكعبة المعظمة والنبي كل الحلف بغير الله مكروه إذن نتعلمنا هنا إن إحنا ما نحلفش إلا بالله إذا أردنا أن نحلف وإذا حلفنا بالله فلا بد علينا أن نلتزم بهذا الحلف الذي يحلف بالمصحف الحقيقة هو لا ينعقد لكن أيضا المصحف هذا عظيم ومقدس واللي يحلف بالنبي لا ينعقد لكنه مقدس معظم سيدنا رسول الله ركن الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا تدخل الإسلام إلا بقول الشهادتين من الشهادة واحد الكعبة معظمة تعرفون حرمتها عند الله وعند المسلمين فإذن ينبغي علينا في الحقيقة أن نحن نعظم ما عظمه الله لكن هذه مخلوقات المصحف مخلوق مطبوع طبعنا النبي مخلوق صلى الله عليه وسلم الكعبة مخلوقة ولا ذلك ينبغي علينا إذا كنت حالفا فلتحلف بالله أو فلتصمت يبقى الواحد يسكت كده فالإجابة على السؤال نمرة واحد الحالف بالمصحف لا ينعقد فأصلا تكلمي صديقتك ما تكلمي صديقتك هي الأمر لا علاقة له بهذه الصياغة لأن الصياغة لم تدخلك في يمين أصلا وبننبه الناس ألا يستهينوا فيحلفون بالمصحف مدام ما ينعقدش أبدا هو مكروه أن تحلف بالمصحف أصلا فإذا ينبغي عليك ألا تحلف بالمصحف أصلا إذا كنت مريدا أن تحلف تحلف بالله أو اسكت كما ورد في الحديث الشريف لا تحلف بالمصحف ولا تحلف بالنبي ولا تحلف بالكعبة وإذا حلفت لا ينعقد وينبغي عليك أن تراعي عدم الحلف بهذه المقدسات وعلى ذلك فليس عليك شيء في هذا كله والخداع لا ينبغي ولا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه ويقول لها سوف أطلقك إن شاء الله إذا أنت حلفت وكذا يعني هذا كله غير النبل الذي يعلمنا إياه الدين وعلى ذلك فنحن ننصح الزوج بأن لا يفعل هذا وأن يعني يتفاهم للمعيشة ويتفاهم لإبقاء الأسرة ولكن لا يخدع ولا يرتب هذه الأمور بهذه الكيفية نلتقي بعد فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى مرة أخرى نعود إليكم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت الصحابة إذا تفرقوا بشجرة يعيدون السلام يعني لو كانوا مشيين مع بعض ثم افترقوا بشجرة والتقوا بعض الشجرة ومن الواحد يقول للتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذلك أن السلام اسم من أسماء الله تعالى فهو ذكر يواجه به المسلم العالمين علشان يسمع بوش إن إحنا وإحنا في التحية بتاعتنا ما بنقولش صباح الخير ومساء الخير نحن بنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك عدة أسئلة لكن وردت إلينا عن طريق الإيميل والفاكسات اللي احنا بنتلقاها خلال الأسبوع واللي بندعو السادة المشاهدين إلى أنهم يستمروا في هذه الأسئلة ونجاوب عليها إن شاء الله شيئا فشيئا ولكن معنا الآن اتصال تفضلي وعليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أنا أسفا هتكلم في موضوع خارج الموضوع اللي حضراك بتتكلم فيه دلوقتي هو سؤال عن الزكاة كان توف زوجي شهيد من حوالي 15 سنة وترك لي ولدين سنة وسنتين ادخرت من معاشه مبلغ واشترت لهم بقطعة أرض في منطقة بعيدة وما زلت أدفع أقصطها إلى الآن هل عليها زكاة دي نمر واحد لو في مبلغ تاني كانت لأن هو كان شهيد طيار وضعته في البنك باسمهم مش أنا لوضعت المجلس الحاسبي وليس تحت تصرفي وهم ما زالوا قصر بعد 15 سنة هل برضو علي زكاة فيه أو لا وإذا كان عندي مثلا أنا منزل أو بيت بعيش فيه وبدفع عليه أقصاط لأنني أنا عيش فيه بس فدفع عليه أقصاط عليه زكاة أو لا طيب زكاة الحلية اللي أنا بلبسه لو كان مثلا في حدود 2000-3000 هل عليها زكاة وحنا بنلبسها طيب ومعاش زوجي الشهيد هل علي زكاة برضو طيب وده زكاة الله عنك الله خير شكرا لك السلام عليكم وعليكم السلام نركز بقى مع بعض كده مفيز زكاة على الأرض اللي اشتريتيها للأولاد أصلا مفيز زكاة على المنزل اللي انت جبتيه أو اللي انت سكن فيه وبتسددي أقصاطه أصلا ليس من أموال الزكاة أصلا مفيز زكاة على الحلية اللي انت بتلبسيها ولو زادت عن التلات تلاف جنيه مفيز زكاة على المعاش اللي انت بتقبضيه وبتقيمي به في الحياة وتدخلي بينه شوية تعملي كذا كله ده ما عليش زكاة أصلا الزكاة على المال اللي حططيهم في البنك في المجلس الحزبي إذا زاد عن تلات تلاف جنيه لكل ولد على حدة فدل عليه زكاة متى نخرج الزكاة لما نستولى على هذه الأموال ببلوغهم 21 سنة يجوز ان احنا نأخر هنا لأن الزكاة في هذه الحالة أو المال ليس تحت أيدينا وهذه الزكاة مفروضة في ذلك المال وليس فرضا عليك إذا خرقتي من عند نفسك انت حر تبرعا للأولاد ما فيش مانع لكن مش مفروض عليك لما هذا المال يقول إلى الأولاد هنقول لهم زكوا عنه كل هذه السنين اللي انتم من سنة وسنتين لغاية 21 سنة هيبقى عليك زكاة 20 سنة هذا الزكاة تكون على أصل المال هذه إجابة واضحة ومحددة لهذه القضية ومعنا كان سؤال آخر إزاي نزكي على مال محل تجاري المحل التجاري ده بيتعمل له ميزانية بسيطة في آخر السنة فيها فيها حاجة اسمها الأصول السبتة وحاجة اسمها الخصوم السبتة في الميزانية وحاجة اسمها الأصول المتدولة وحاجة اسمها الخصوم المتدولة الأصول السبتة دي ما عليها الزكاة ما فيش عليها زكاة لكن الأصول المتدولة اللي هي البضاعة والمديونيات بنطرح ده من ده بنخرج بحاجة يعرفوها بتوع التجارة اسمها رأس المال العامل ده اللي عليه الزكاة فبنقول لمحاسب شوف لنا رأس المال العامل قد ايه فبيحط على ايده اليمين البضاعة بتاعتنا والفلوس بتاعتنا عند الاخرين والفلوس اللي موجودة في الخزينة واللي موجودة في البنك وبيحط على ايده الشمال الديون اللي علينا والبضاعة اللي عندنا بس لسه ما سددناش تمنها واذا كان علينا ديون واذا كان علينا مدفوعات اذا كان علينا حقوق لناس ويطرح ده من ده فيطلع رأس المال العامل هذا هو الذي عليه الزكاة بمنتهى البساطة نخرج الزكاة من نفس السلعة اذا كان مما نخرج منها زي الاطعمة وزي الملابس ممكن نخرج من نفس السلعة او من قيمتها لا بأس من قيمتها والقيمة هنا بما تقوم هل تقوم بقيمة الشراء ولا بقيمة البيع ولا بايهما اقل هي تقوم كما لو هنصف المحل يعني هذه التقويم هو تقويم بيعها بسعر الجملة يعني سعرها في الجملة قد ايه ده هو التقويم بتاعها فدي نظرة عامة على قضية الزكاة واختنا مش هيجب عليها الزكاة الا في زكاة المال المحطوطة في البنك ولا يجب عليها الا بعد ان تقبضه فيه اتصال اخر معانا تفضلي لو سمحت كنت عايزة اسأل فيه حديث قدسي الشريف نعم بيقول كنت ربنا يعني بعرف نفسه بيقول كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق فعرفوني لا الحديث هذا ليس صحيحا وان كان واردا في بعض الكتب لكن هذا حديث ليس بصحيح طب شكرا العافو عندنا سؤال ورد الينا انها بتسأل عن قضية ايضا لمس الحائض للمصحف واحنا بنقرأ في الربعات من اجل ان ندعو العراق فبتسأل امرأة انها بتحضر المجلس هذا وتريد ان تقرأ المصحف وتمسكه وتقرأ منه كذا الى اخير وكثير جدا ما يسألون عن هذا الحقيقة احنا عندنا قضيتين قضية الاولى لمس المصحف والقضية التانية قراءة القرآن لان قراءة القرآن ممكن تتم من غير لمس مصحف بان الواحد يسمع من المحفوظ بتاعه او ينظر الى المصحف وهو بعيد عنه لكنه لا يلمسه ففي قضيتين منفصلتين لمس المصحف وقراءة القرآن طبعا ممكن يلمس ويقرأ دي حالة تلتة لكن انا هلمس المصحف بمعنى ان انا همسكه ومش هقرأ او هقرأ ومش هلمسه او هلمسه وقرأ دول التلتة حالات بس في قضيتين قضية لمس المصحف لوحدها وقضية القراءة لوحدها لمس المصحف الائمة الاربعة بيقولوا لا ما نلمسوش الا وإحنا متوضيين يعني حتى كمان لو كنت مش متوضي ما ينفعش ألمس المصحف عندهم وابن حزمي بيقول لا المسوا انت مش متوضي طب والفاتوى في كده ايه الفاتوى في كده انا مش عايزك تنقطع عن القرآن اذا كان عندك قوة لانك تتوضح وتلمس القرآن وتخرج من الخلاف يبقى ده سواب كبير لكن لو لقيت روحك يوم واثنين وثلاثة وعلشان قضية الوضوء ابتدت تبعد عن القرآن فقراءة القرآن اولى روح المسه وانت مش متوضي واقراه واوعى تقطع عدتك ولا وردتك في القرآن من أجل هذا التكليف مدام في خلاف ممكن نقلد من أجاز حتى خارج الأئمة الأربع أنا أريدك لا تهجر القرآن تتدبره وعلى ذلك فمن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز كما كررنا ذلك مرار يبقى قضية لمس المصحف الأئمة الأربع بيقولوا لازم تتوضى ابن حزم بيقول مش لازم تتوضى إذا قدرت تتوضى يبقى هناخد من الكلام ده إنه إذا قدرت تتوضى فبها ونعمة وهو أحسن وخروج من الخلاف إذا ما قدرتش تتوضى قراءة القرآن ولمسه أولى وتقلد فيها الظاهرية الذين أجازوا هذا الشيء قضية قراءة القرآن قراءة القرآن كان يقرأ القرآن على كل حال إلا أن يكون جنبا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والجنب بتدخل فيه الحائض والنفساء الأئمة الأربعة بيقولوا اوعى تقرأ القرآن تعبدا وأنت جنب الإمام مالك بيقول لا في فرق بين الجنب والحائض في الحتة دي وما فيش فرق بين الجنب والحائض فيه الامتناع عن الصلاة مثلا اللي اتنين ما بيصلوش لكن الجنب ممكن يروح يستحمى لكن الحائض هتستحمى زي ما حائض لازم تطهر الأول وبعدين تبت تطهر فالمالك الإمام مالك يقول الحائض إذا خافت إنها تنسى محفوظها فلاها أن تقرأ القرآن ما قالش تلمس المصحف لأنها حفظة وهي ما بتتعباتش دي بتتعلم بتتعلم إنها ما تنساش فإذا كان الأمر كذلك يبقى الأئمة الأربعة بيقولوا ما تقراش القرآن تعبداً يبقى ما ينفعش للحائض إنها تقرأ في ختمة القرآن اللي بنعملها ومتقعد وتلمس المصحف وتقرأ فيه ما ينفعش عند الأئمة الأربعة لأنه دا تعبد والتعبد ما ينفعش ليها بل لابد عليها أن تتعبد بعدم قراءة القرآن وما لتعمل تجلس في هذا المجلس وتشتغل بالذكر تشتغل بقوله يا قهار ربنا قهارهم فبدل من إن إحنا نجتمع لا المتوضيين هم اللي يقرؤ والست الحائض تمسك السبحة وتذكر الله لأنه كان يذكر الله على كل حال حتى ولو كان جنباً فذكر الله لا بأس به ولما قال لسيدنا أبي هريرة المؤمن لا ينجس فالمؤمن ليس بنجس إنما هو حوائل وشروط زي ما شرط علينا أن إحنا نروح نتوضع عشان نصلي ونطوف كذلك شرط علينا أن إحنا نكون على طهارة إذا ما أردنا القرآن المرأة ليست ناقصة في هذا الشأن المرأة إنما هي تتعبد لله وتعبد ربنا سبحانه وتعالى تطيع هي بتاخد سواب حينئذ إذن المرأة الحائض ليس عليها وليس لها أن تقرأ القرآن إلا في حالة واحدة فقط وهو إذا خافت أن تنسى وذا على مذهب مالك كمان فقط وليس على مذهب باقي الأئمة الأربع فماذا تفعل عليها أن تبتعد عن قراءة القرآن تعبدا ويجوز لها أن لا تبتعد عنه تعلما يجوز له فإن خرجت من الخلاف وتركت هذا فهذا أحسن وأولى والتعلم هنا بمعنى إيه؟ ليس بمعنى التعلم الجديد فهذا متفق على منعه إنما بمعنى مراجعة الماضي من أجل عدم النسيان أما الحفظ الجديد فهي ممنوعة منه فما يفعله كثير من النساء من الاستهانة بهذا الأمر يعني هناك أثوب وأحسن منه في الفقه الإسلامي وهو أنه دائما نشعر أننا نعبد الله ولا نفعل شيء لشهوتنا أو لرغبتنا حتى قراءة القرآن أنا أشتهي الآن أن أقرأ القرآن لكن أفعل لله وأترك حتى العبادة فيها ترك لله حتى العبادة بذلك تتم العبودية ويكمل للإنسان مراده مع الله سبحانه وتعالى إذن هذا تفصيل للقضية من أولها إلى آخرة هناك فرق بين لمس مصحف والقراءة في القرآن لمس مصحف الأئمة الأربعة يقولون توضع للمس مصحف ابن حزم يجيز لمس مصحف من غير وضوء إذا ابتلي أحدكم بأنه سيبعد عن القرآن يقلد ابن حزم قراءة القرآن الأئمة الأربعة يقولون لا يجوز للجنب أن تقرأ القرآن مالك يقول الحائض لها أن تراجع ما حفظت من القرآن إذن الحائض إذا حضرت مجلس لختم القرآن فعليها أن تشتغل بالذكر وأيضا إذا اجتمعنا لحفظ القرآن تسمع الماضي دون أن تتعلم الجديد نعود إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتنا عدة أسئلة سؤال منها عن الطلاق بيقول فيه أنه رجل طلق زوجته أو قال لها أنت طالق إذا خرجت من البيت فجاء أخوه أخذها من البيت وذهب إلى أحد المفتين فقال له أن هذا لا يقع الطلاق وبعد كده طلقها ثلاث مرات أنت طالق أنت طالق أو في المرة الثالثة قال لها تحرمي علي مثل أمي وأختي زي أمي وأختي وبيسأل هل هو طلقها بالشكل ده ثلاثة ولا أربعة ولا اتنين ولا إيه الحكاية أنت طالق ده صريح ما فيهاش كلام فإذا لما قال لها أنت طالق مرة وقال لها مرة تانية أنت طالق يبقى دول واقعين قطعا المشكلة في التعليق إذا خرجتي أنت طالق وبعدين خرجت وبعدين عندنا ما كنتش ناوي أطلقها ده أنا بهددها ده أنا بعمل ده أسوي فيه حاجة عند الفقهاء اسمها يمين الفور يمين الفور ده شكله إيه أنه أنت طالق إذا خرجتي الآن هو ما قالش كلمة الآن لكن نقدرها في كلامه نخليك أنه قالها أنت طالق الآن فورا يعني فلما خرجت كمان ساعة مع أخوها يبقى لا يقع الطلاق لأنها لم تخرج فورا هو كان عايز يمنعها من الخروج الفوري بيهددها القانون المصري قدام حضرة الآضي التعليق ده ما يقعش به الطلاق لكن الأئمة الأربعة بيقعوا الطلاق لكن المخرج في ذلك هو يمين الفور يعني إحنا شرحناه بوضوح ولذلك لما قالها أنت طالق ثم بعد ذلك جيها أخوها بعد كده بقى مدعب لأخوها ما وصل وجاء وخدها أخرجها من البيت ده يبقى ما هواش يمين يبقى خارج عن الفور ولذلك لا يقع اليمين يبقى معانا مشكلة تحرامي علي زي أمي وأختي حاجة غريبة في الفقه الإسلامي مناشا لهذه الفرع بس في الفقه الإسلامي كله إنه لو قال لها تحرامي علي كظهر أمي أو أختي يبقى الظهار لو قال لها تحرامي علي زي أمي أو أختي ما يبقى الظهار يعني أمه كلها ولا ظهرها بس قالوا شوف سبحان الله الحاجة الصغيرة اللي هو الظهر جابت مصيبة كبيرة والحاجة كبيرة جابت مصيبة صغيرة يعني انعكسك كان المفروض إنه زي أمي يبقى الظهار قالوا لا لازم كلمة ظهر التي عليها مناطي الحكم والتي وردت في الآية واستنبت منها كلمة الظهار لأن كلمة ظهر هي التي أخذ منها كلمة الظهار الواردة في الآية هذه هو مناطي الحكم ولذلك لو قال لها زي أمي زي أختي ما يبقى الظهار ونرجع فيه إلى الني بيقول لا أنا كنت بهددها وعلى ذلك فالرجل هذا يعود إلى زوجته ويصبح فيه طلقتين والحادستين الأخرين ما يتعدوش من الطلاق لكن هناك سؤال آخر شبيه بمثل هذا لكنه غريب ويؤكد لنا أن احنا بنتصرع في عقد الطلاق تصرع سخيف وأنا بنصح كل المسلمين أنهم ما يطلقوش إلا عند المأزون وأنه ينسى كلمة انتطالق وانت متجوزة دية تماما وإذا أراد أن يطلق يذهب عند المأزون للطلاق لأنه هيذهب بهدوء وبتعقل وبقرار أنه يريد فعلا الطلاق ولا يكون هناك مثل هذا الخلاف في وصف الحادثة نفسه السؤال الغريب العجيب أنه بيقول أنه طلق ثلاث مرات وبعدين راحوا الواحد فأفتاهم بأنه لا أتباحوا بس تبيحة ولا حاجة وكلوا الفقرة وارجعوا البعض بعد الثلاث طلقات يعني ده طبعا لم يقوله أحد من المسلمين وهذا اللي أفتاهم جاهل ومن هنا نأخذ أنه لا ينبغي أبدا علينا أن نسأل أي شخص هكذا لابد أن نسأل العلماء نمرة اتنين ما احنا مش عارفين هو قالها إيه أصلا ولا إذا كان حتى هذا الشخص اللي أفتاله صح ولا غلط ولذلك مسائل الطلاق ينبغي أن نسأل فيها بالتفصيل وبالتحقيق لأن الناس تعجلت وبتقول كلام كل باطل وما ينبغيش أبدا أن نحن يعني نستدرج إلى الباطل الذي يقولونه ينبغي علينا أن نحقق وندقق حتى لا نخرب البيوت العامرة وحتى لا نقع أيضا في الحرام والمخالفة وتنزع البركة مننا سؤال آخر بيقول أنا أريد أن أعرف الفرق بين المسار والمخير الإنسان مسير فيما لا حساب له عليه فيه متى أولد متى سيموت هل ربنا خلقه ذكر أو خلقه أنثى خلقه أبيض أو خلقه أصمر قدر عليه أن يكون من عائلة حسيبة نسيبة أو من عائلة غير ذلك قدر عليه أن يكون في مشارق الأرض أو في مغاربها كل هذا قدر كل هذا تسيير لا تخيير فيه ولا سؤال عنه يعني الله سبحانه وتعالى لا يأتيني يوم القيامة ويقول لي لماذا خرجت بهذا اللون أو على هذه الجنس وكذا إنما الأعمال الاختيارية هي الصلاة الزكاة الزواج البيع الشراء التصرفات المالية التصرفات التي فيها اختيار للإنسان يفعل أو لا يفعل هنا سيأتي الحساب ربنا سبحانه وتعالى جعل أغلب الأشياء مباحة ثم أمرنا بأن ده حلال وده حرام أو ده واجب وده حرام يجب علينا أن نلتزم بالواجبات صيام رمضان الصلاة الحج الزكاة ويجب علينا أن ننتهي عن المحرمات الربا الزنا الفاحشة السب اللعنة الغيبة النميمة كل هذا فيه اختيار ففيه حساب ده قدر التخيير وفيه الحساب وهذا قدر التسيير وليس فيه الحساب الآن النمازج الغربية بتفكر أنه أنا ليه اختيار في كل شيء حتى في تحديد جنسي ولذلك يجيزون عمليات الانتقال من الزكورة إلى الأنوسة والأنوسة إلى الزكور من غير داعي إلا الهوى وفيه تحديد وظيفتي ولذلك أجاز الزواج المثلي والعياذ بالله تزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة وشاع هذا وزاع فيه صورة من الفساد المزري في الأرض لأنهم جعلوا كل شيء في اختيار الإنسان مش هيقدروا لأنه مش كل شيء في اختيار الإنسان حتى أجازوا الانتحار إذا أراد أحدهم أن ينتحر فلا بأسه أن ينتحر كل هذا كلام باطل سؤال آخر بيسأل عنه أنه فيه مناقصات فيه مناقصات بتتعمل وبعدين هو مندوب الشركة بيتخير العطاءات والمناقصات بما يرضي الله وبعدين بيفاجأ من شخص اللي رست عليه المناقصة من غير تدخل منه ولا اختيار للأسوأ ولا شيء إنما بيديه هدية ويقول له خذ هذه الهدية لأنك أفتنا وجزاك الله خير فهل هذا حلال ولا حرام سد للزريعة هذا لا يجوز لأن هناك فارق بين الهدية والرشوة وهي وجود العلاقة لأنه لو عطاك النهاردة هذه الهدية وإبلتها فإنه ستميل وسيميل قلبك إليه في المرة القادمة ومدام هو متعود أن يعطي وغيره قد لا يعطي وقد يعطي فأنت ضامن أن هذا سوف يعطيك شيئا وستميل نفسك إليه ومن هنا فقد فرق العلماء بين الهدية والرشوة وحرموا هذا النوع من الهدايا والشيخ عبدالغني النبولسي له كتاب ماتع في هذا أسماه تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية والرشوة نقولها بالكسر كده رشوة أو رشوة جايز أو رشوة كمان مسلسة الرأ في سؤال آخر في قضية الصلاة في المساجد التي بها قبور مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به قبور وليس بقبر النبي فقط بل قبر النبي وعمر وأبو بكر رضي الله عنهم بل قيل أن أبو شجاع صاحب المتن في الشافعية مدفون وراء سيدنا رسول الله وهناك حديث صحيح أخرجه موسى بن عقبة في السيرة عن المسور بن مخرمة أن أبا بصير مات في سيف البحر في جدة البحر أو سيف البحر اللي هو الشاطئ في جدة المدينة الآن اللي اسمها جدة هي جدة بالضم كده وبنوا عليه مسجدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لأن اتخذن عليهم مسجدا ولم ينعي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء الاجتباه عند بعض الإخوة غير الفقهاء من حديث البخاري لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والعلماء يقولون أنه يسجد إليها مش يبنى حواليها مسجدا فهم الحديث صحيح وموجود في البخاري لكن ليس معناه ما ذهب إليه هؤلاء الناس فيجوز الصلاة فيما بين طنج إلى جاكرتا كل العلماء أجازوا الصلاة بناء على أن مساجد الواردة في حديث البخاري يعني يسجد إليها كما هو فعلا يسجدون إلى قبور أوليائهم وأنبيائهم وعبدوا عزير وقالوا عزير ابن الله وعبدوا عيسى وقالوا عيسى ابن الله فهذا ليس غريبا عليهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن بناء مسجد حول القبر إنما نهى أن تسجد لجهة القبر معنا اتصال آخر نعم علوم نعم السلام عليكم وعليكم السلام لازم مرتي فضلت الشيخ نعم أنا كنت عايزي تسأل سؤال تفضلي لما الواحد يكون متوضي ويلمس العورة ده ينقض الودوء صح ولا غلط صح طيب أنا عندي بيه بيصغير فبتر أن أنا أغير له أوقات وبكون متوضيه هل لما أنا ألمسه يبقى كده اتنقض الودوء بتاعي يعني عند الشافعية اتنقض الودوء بتاعك ولكن عند الحنفية ما اتنقضش الودوء بتاعك ولذلك إذا أنت صعب عليك الودوء فيبقى على طول تقلدي الحنفية وما يبقاش في حاجة عليك وربنا بييسر ولا غصرة في الدين يعني ما اتطرش نراية الودوء تاني يعني لا فتقلدي الحنفية ولا بأس بذلك شكرا احنا وصلنا الى نهاية البرنامج ونلتقي ان شاء الله في الساعة التاسعة في الأسبوع القادم وحتى ذلك الحين لكم مني اجمل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا